السلام عليكم ازايكم حبيبي عاملين ايه بيرب تكونوا بقال في خير عارفين بقى الجلاش او البقلة ولا كنا بنكلها من ايه بتيتة زمان انا هعملها معكم النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومن غير اي افتكاسة وصفة سهلة جدا جدا وطعمها حلو جدا طبعا مفيش حد ما بيحبش الجلاش ممكن نعملها بالمكسرات وممكن نعملها بالكستر زي ما احنا عايزين بس انا ان شاء الله النهاردة هعملها معكم بالمكسرات انا هوجر لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو وكمان تشتركوا في القناة علشان نجيلكم كل حاجة جديدة كل المكونات اللي هنحتاجها علشان نعمل سنية الجلاش سهلة جدا جدا وبسيطة يعني الوصفة ما فيش اي افتكاسة اي حد حيقدر يقوم يعملها على طول وكمان مش هتاخد وقت معنا خالص فاقل من نص ساعة هتكون جهزة معنا كل اللي هنحتاجه لفة جلاش زي دي كده هنبدأ ان احنا نفتحها وبالسكينة هنقسمها نصين لان طبعا الورقة بتاعت الجلاش بتكون كبيرة هنقسمها نصين بالشكل ده كده وحيبقى معنا نص للجزء اللي تحت ونص تاني للجزء اللي فوق اهم حاجة ان احنا نغطي الجلاش بفوتة نظيفة ونسيبه على جنب طول ما احنا شغالين علشان ما ينشفش معنا تاني حاجة معنا هي الثمنة اللي هنبدأ ندهن بيها ما بين طبقات الجلاش طبعا الثمنة دي لازم تكون سايحة يا اما هندخلها المايكرويف تسيح يا اما لو ما فيش مايكرويف يبقى على حمام مائي وتسيح على النار اهم حاجة ان احنا ندهن الثنية كويس جدا بالثمنة من تحت ومن كل النواحي علشان الجلاش ما يلزقش فيها ويبقى سهل معنا واحنا بنطلعه في الثنية في الاخر ما يتعبناش زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده ده هنتهى كلها كويس جدا وبعد كده هنبدأ ان احنا نرس طبقات الجلاش هنحط ورقتين جلاش وبعد كده ندهنهم سمنة وبعدين طبقتين كمان طبعا فيه ناس بتحط ورقة واحدة وتدهن سمنة وورقتين ما بين كل ورقة واحدة بتدهن طبعا ده هيبقى فيه سمنة كتير جدا جدا انا ما بنصحش به لكن الافضل ان احنا نحط ورقتين وندهن سمنة خفيف زي ما انتو شايفين انا بدهن شوية صغيرين بلاش تغرقوه سامنة عشان ما يبقاش تقيل قوي معي كونتوا بتاكلوه وزي ما انتوا شفتوا في الاول يعني بالطريقة دي ما قطرتش فيه لسامنة قوي بس طلع برضو الجلاش مورق ومقرمش في الاخر وطعمه كان تحفر كملوا معي وان شاء الله هيعجبكم جدا وحتقوموا تعملوه على طول وما تنسوش بقى اللايك الحلوة بتاعكم وكمان تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وتشتركوا في القناة حطيت كده ورقتين كمان ودهنتهم برضو سامنة وحابده اخلص نص الكمية اللي معي بنفس الطريقة كده خلاص انا خلصت نص الكمية كلها اللي تحت دول كده اخر ورقتين حابده ان انا احطهم كده واضغط عليه بايديو اسويه كويس واخر ورقتين دول مش بندهن عليهم سامنة ولا اي حاجة بنسيبهم زي ما هم كده انا هعمل الجلاش النهاردة بحشوة المكسرات ممكن يتعامل كسترد وممكن يتعامل سيدة كمان لو انتم مش عايزين تحطوا في اي حشوة كاملوا لطبقات كلها بالشكل ده كده وبتدخلوا الفرن في الاخر وتعملوا بالشربات زي ما احنا حنكمل آآ باقي الفيديو يعني لو حد ما عندوش ولا مكسرات ولا كسترد وعايز يعمل جلاش عادي جدا يعملها من غير اي حاجة وبجده هيطلع برضو طعمه حلو جدا جدا وبالنسبة لحشوة المكسرات اي مكسرات موجودة عندكم هتنفع بس تعملوها مجروشة بالشكل ده كده السكر بيخلي طعم الحشوة نفسها مسكرة كده ويبقى طعمها حلو جدا ونبدأ نساوي الحشوة زي ما انتم شفتوا بالشكل ده كده نوزعها كويس جدا في الصينية كلها ونساويها كده بالمعلقة بالشكل ده بحيث تبقى لطبقة بتاعة المكسرات كلها متساوية ومش وفيش حتة اعلى من حتة ولا حتة فيها مكسرات وحتة تانية لك وبعد كده نبدأ نحط باقي طبقات الجلاش النص التاني اللي كان معنا برضو ورقتين وندهينهم سمنة وورقتين كمان لحد ما نخلص باقي الكمية التانية اللي معنا كلها انا كده خلصت خلاص حطيت كل الكمية الباقية من الجلاش زي ما انتم شايفين كده حبدأ ان انا اضغط عليها بايدي واساويها كويس جدا قبل ما ابدأ الطعم ولما تخلصوا نص الكمية اللي تحت شغلوا الفرن على درجة حرورة 180 واسبوا يسخل لحد ما تخلصوا الصينية كلها وطبعا الخطوة بتاعت تقطيع صينية الجلاش بالشكل ده قبل ما ندخلها الفرن احسن كتير ودي لليا طبعا بتحط التطش بتاعها في الفيديو المهم ان احنا لازم نقطع الجلاش بالشكل ده قبل ما ندخله علشان لما بندخله الفرن زي ما هو وبعد كده نطلع ونحاول نقطعه طبعا مش هيطلع معنا مظبوط لانه السطح بتاعه بيكون ارمش وحيتكسر معنا ومش هيكون حالو فالاحسن ان احنا نقطعه قبل ما ندخله اي شكل تحبوه انا قطعته بالشكل ده كده لو عجبكم اعملوا زيه بالزبط وكده صينية الجلاش جاهزة معنا ندخلها الفرن زي ما انتوا شايفين ما اخدتش وقت خالص وسهلة جدا 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 هندخل صينية الجلاش الفرن على درجة حرورة 180 ونكون مسخينه زي ما قلنا على الرف الاوسط تلت ساعة ونبص عليه لو لقينا الاطراف بتاعته احمرت هنشغل عليه الشواية هياخد لون من فوق وبس كده هوريكم كمان الشرباط اللي بنسقي بالجلاش بعد ما نطلعه من الفرن بس لازم تعملوا الشرباط ده قبل ما تبدأوا تجهزوا الجلاش علشان يلحق يبرد لانه لازم يكون بارد واحنا بنسقي بالجلاش هنجيب حالة ونحط فيها كباية من السكر وعليهم كباية من المياه نفس معيار السكر هو هو معيار المياه وبعد كده هنعصر علي عصير نص لامونة وبدون اي تقليب هنولى علي النار ونسيبه لحد ما يغلي انا بحب اعمل الشرباط على الشعلة الصغيرة وبخليها متوسطة وبسيبه بقى يغلي براحته والسكر يدوب براحته ويبقى مظبوط معيه وخلي بالكم من نقطة ان احنا مش بنقلبه خالص ما يفعش نقلبه علشان ما يسكرش معانا وزي ما انتو شايفين هنا كده بدأ يغلي بسيبه على النار حوالي من 10 دقايق اللي 4 ساعة وده من اول ما بنحطه على النار مش من اول ما يغلي هو مش هياخد معيكو اكتر من 4 ساعة وده شكل الشرباط في الاخر هطفي عليه واخر حاجة هزودها عليه بعد ما طفي هي شوية من الفانيليا لسائلة وكده يبقى الشرباط جاهز معنا حنسيبه يبرد ممكن تسيبه في الحلة زي ما هو يبرد وممكن تفضوه في حاجة تانية علشان يبرد معيكو اسرع انا عندي دي بحط فيها الشرباط وبيبقى سهل ان انا اصب منها على الحاجة اللي انا عامليها زي ما انتو شفتوا في اول الفيديو كده بس انا بصراحة مش عارفة هي اسمها ايه فلو انتو تعرفوا اسمها اكتبولي في الكومنتات هي خامتها ازاز وده بيكون شكلها كده فيها كلبس من فوق لما بضغط عليه في الفاتحة اللي من قدام دي اللي ببدأ اصوب منها فطبعا هي سهلة جدا في الاستعمال نرجع بقى للجلاش بتاعنا انا سيبته تلت ساعة وبعد كده ولعت عليه الشوية اخد لون من فوق زي ما انتو شايفين كده شكله طحفة جدا 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 هو ده بقى الجلاش اللي كنا بناكله من ايه تدى الزمان حاجة كده طحفة جدا جدا وزي ما شفته سهل وبسيط جدا مفوش اي افتكاسات اي حد هيقدر يعملوا بكل سهولة والشربات كنت مجاهزة قبل ما اعمل صنية الجلاش زي ما قلت لكم وهبدأ اوزع الشربات على الصنية كلها بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين علشان كل قطع الجلاش تتشرب كويس من الشربات اخر حاجة هنعملها هنمسك الصنية ونبدأ نحركها بالشكل ده كده علشان الشربات اللي في الارضية يبدأ يتوزع على الصنية كلها وما يكونش متكتل في حتة واحدة بس وبكده نكون خلصنا صنية الجلاش الحلوة دي زي ما انتو شايفين كده شكلها حلوة جدا جدا وكمان شايفين الجلاش مورق ازاي زي ما قلت لكم في الاول رغم ان احنا محطنا عشسامنة كتير الا انه طالع مورق وتحفى جدا سامعين الارمشة بجد يجنن اهم حاجة علشان توصلوا للارمشة دي تصبطوا الشربات وتصبوه يبرد تماما علشان يعمل معكم الارمشة الحلوة دي وده شكلها من جوه بصوا طبقات الجلاش عاملة ازاي والحشوة بجد حلوة جدا جدا اللي مش هيقوم يعمل الوصفة دي على طول هو الخسران لولي ايه رأيك في الجلاش حلوة حلوة الجلاش طب حلوة حلوة طيب حلوة وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة لو عجبتم الفيديو هتنسوش لايك وشير وكمان تشتركوا في القناة علشان يجلكم كل حاجة جديدة وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات شكرا جدا جدا على وجودكم اشوفكم على خير الفيديو الجاي وباي باي